بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم صباح الورد احنا خلاص في سلسلة المحاضرات الخاصة بالobject oriented programming او البرمجة الكائنية او البرمجة المبنية على الكائنات قدرنا نستوعب الفرق بين البرمجة الاجرائية والبرمجة المبنية على الكائنات عرفنا عن ايه class عرفنا عن ايه object هاو تو كريات كلاس هاو تو كريات اوبجيكت عرفنا الفرق بين ال public variable والprivate variable عرفنا اه يعني ايه constructor عرفنا اه self argument وعرفنا how to add method وhow to add attribute النهاردة وشفنا كم مثال لكن النهاردة انا حابب ان احنا نكتب امثلة مع بعض بادينا حتى وين الكلاس طولت شوية حتى وين اخطاءنا واحدة بنكتب لكن فرصة كويسة ان احنا نتعلم تمام كده انا عاوز في الاول نعمل المثال المثال ده خاص بوجت او قطعة قطعة ممكن تكون قطعة ملابس او قطعة بتتبع داخل store يعني فالقطعة دي بقالها model part وبقالها model number تمام كده يبقى model number والpart number وليها cost تمام كده فانا عاوز اعمل كمان method setpart هاعمل setpart هادي له القيم دي وهاعمل method اسمها showpart تعال اول نقول class ونسميه part تمام احنا عارفين بنعمل definition ازاي ثم هقول بناء عليه هقول definition اوكي define وهقول مثلا setpart عارفين طبعا حضراتكم ان الارجومنت فيه محجوز اسمه self بعد كده هتقول لي ان انا عندي model number اوكي وpart number وcost دول الثلاث حاجات المفترض هعمل لهم setting للpart تمام كده وهاجي هنا بقى عشان اعمل اكسس للاتريبيوت هقول له والله self صح وعشان اخلي private انتو عارفين بقى احط اتنين underscore قبل الاف وهسمي model number اوكي model number واقول له الكلام ده بيساوي mn واعمل نفس الكلام ده تاني اقول له self.part number اخلي private وبعدين اقول له مثلا ايه اخلي cost خلي ده ممكن نخلي c وده طبعا عاوزينه private برضو اوكي بالشكل ده واقول له ده dot cost بيساوي مين بيساوي c تمام ده المسود الاول وعاوز اعمل display او اعمل شو بارت شو بارت اوكي طبعا السلف محجوز صح فيش حاجة تانية وارجع اقول له بقى والله يعرض لي اقول له print ها print ايه بقى عاوز اقول له اعرض لي الموديل عبارة عن ايه يبقى model اوكي وبعدين الموديل كام اوكي model وهو تعرض البرامتر او الاتريبيوت اللي شايل الموديل نمبر صح يبقى اقول له سلف مش عارف اجيبه ولا من خلال السلف وموديل مين بقى model نمبر اوكي ده واحد وهارجع اقول له print تاني ماشي كده واقول له part اوكي وسلف dot underscore هقول له مين بقى هقول له part number واعمل الكلام ده تالت اقول له print واقول له cost الموضوع ده تمنه حط مثلا dollar sign اوكي ومين بقى هقول له self dot اوكي مين بقى هقول له cost اوكي واعمل الكلام ده تمام اوكي واجي بقى انشئ object هقول له part 1 بيثاوي اوكي part وبعدين هقول له اوكي واجه اقول له part 1 dot set part وقول له والله الموضوضة مثلا اوكي الموضول number 2 وهوplet نمبر بقى 200 هان ز��ه 20 ومثلا بتكلف تطريب الاتصير نمبر اوكي واجهrate اوكي اوكي اقول له part 1 dot show part عشان نعرض البيانات على الشاشة ايه ده طلع في خطأ بارت اوبجيكت هذنو اتريبيوت بارت نمبر نروح نشوف المكان هنا انا اعتقد ان دي بث اندرسكور واحدة هم ام تاني بث اندرسكور دي في اه شو برت في المسود شو برت اه هنا كده اوكي هعمل رون اللا تاني ولدا 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 بالفعل اذا ما انتا شايف الكلاس بتاعنا اعمل ايشتغل الاوبجيكت اوكي كاريت سيتمسود سيتبارت وشو بارت واعرض لي مودل تو بارت 222 كوستو سكم 300 وربيين ده مثال بسيط تقدر حرك بقى تضيف المسود اللي حضرتك عاوزها تمام كده تعالى نعمل كلاس تاني وليكن كلاس للمسافة نظام المسافات بنظام الانجليزي اللي هو الخاص بالادم والفوت تمام كده هسمي مثلا كلاس هسمي دستانس اوكي دستانس وعشان تعمل ده محتاج حضرتك عاوزين نقول اني في الدستانس انت عارف ان عندك فيت وعندك انش صح كده تمام ممكن ناخد ايه ممكن ناخد الفيت والانش اوكي طيب انا هعمل سيت دست برضو نفس الكلام هقول له ديفاين الكلاس بتاعي هيبقى سيت دست صح واحط فيه الفيت والانش يعني المثال ده مش قوي قوي لكن ممكن حتى ناخده مكتوب مش مش محتاجين نعمله اوكي اهو حاجة شبه كده بالشكل ده ده مش قوي قوي لكن يعني اعملت كلاس لي ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا في ان اصلا موجودة كانستراكشن موجود داخل البايثون فيعمل لك مشكلة فعشان كده كتبت الاي كابتل عشان بتنساش بس تمام واخدت البرامتر فيت وانش حاطتهم في الاتريبيوت فيت وانش وانا عملهم برايفت ثم عملت كمان مثود شوية جديد علينا ان احنا بنكلم فيها اليوزر انا بخلي اليوزر يدخل قيمة دخل قيمة فيت ودخل قيمة الانش وبعدين بعرض القيم بتاعتي تمام كده عن طريق شودف لو انت عملت رانل ده ويتقلت له مثلا ديست وان بيساوي ديستانس بالشكل ده كده انت كاريته خلاص اقدر اقول له بقى ديست وان يعمل ست ديست وحط القيم بايدي او ان اقول له جيت ديست طبعا ساعة ما تقول له الميسود دي هيبدأ يسعل حضرتك الفيت بتاعتك كام هاقول له اربعة واقول له مثلا سبع انش كده اخد القيم لو قدرت بقى الوقتي ان اقول له ديست وان دوت شو دست بالشكل ده هتلاقي اعراض لك ان هي اربعة واحلامة طبعا حضرك عارف ان العلامة بتاعت بتاعت الفوت عبارة عن داش وضبل كوت عفوا العلامة بتاعت مين بتاعت الانش طبعا ما شباب عيد شوائية لكن ممكن نقرب في الشو دست شو دست شو دست او ممكن بس نقرب بين نقرب المسافة كده كويس كده تمام كده شباب طيب لو حضرك حبيت تعمل كمان كونستركتور بقى الموضوع بسيط جدا هناخد ده برضه هو هو كده وممكن نحطه في كونستركتور يبقى وانت بتنشئ لو حضرتك حابب اوكي تقدر تعمل كونستركتور بالمرة نشوفه هتقول له ديفاين احنا عارفين كونستركتور لابن يبدأ باتنين اندرسكور وبعدين اقول له انت واتنين اندرسكور والبرامتر بتاعك طبعا في برامتر محجوز اسمه سلف وحضرتك حابب تحط بقى مثلا ايه تحط فيت وانش بالشكل ده اوكي وتيجي هنا تقول له والله انا عاوز اوكي ضد وتحط له مين بقى تحط له الفيت بيساوي فوت اوكي وكمان تقدر تقول له سلف ضد اندرسكور مين بقى انش بتساوي ال اي ان وممكن تحط مجرد معملة كونستركتور تقدر تقول له الفيت مسلا خمسة وخمسة اوكي ممكن تحط هنا خمسة ديفولت فاليو وهنا كمان ممكن تحط خمسة كديفولت فاليو اوكي بالشكل ده تعال كده نرن ونشوف لو عندنا مشكلة ولا هتعلن كاريت هقول له دي وان بيساوي ديستانس وانا بعمل كريشن والله ممكن افتح كده بس الاقواص وخلص اوكي كده المفترض ان انت لو فتحت بالشكل ده ولو اوكي لو ادني اشغله اقدر اقوله البلداخله هو بالفعل خد الديفولت فاليو خمسة وشك من اقدر اقوله شو دست قال له اسبت علي بقى دستانس ديشفها где ديشفها في شايفها في مين بقى في جملة العرض يبقى في مشكلة تعالنا نشوف كده جملة العرض بتاعتنا او انشي برضو نفس الكلام بالفعل انت لما عملت كريشن مدتلوش قيم الفيت ولا الانش لكن لان فيه كونستركتور فالدفولت فالو خمسة الخمسة تمام كده وبالتالي ما قلت له شو ديست طبعا لو رحت كريشن دي 2 وقلت له ديستانس وقلت له مثلا ستة وتمانية لاحظ بقى احنا هنا بننشئ وبنباطي برامطر في نفس الوقت لان احنا عندنا كونستركتور فلا قلت له ده قلت له دي 2 ضد شو ديستانس او شو دفت بالشكل ده هيعرضهم لك ستة ومين ستة وتسعة تقدر بقى تكبر الموضوع حضرتك وتحول مثلا تحول من فيت احناك عارف ان الادم عبارة عن 12 بوصة فتقدر تحول ان الموضوع كله اللي كان بوصة اوكي تقدر تعمل مثل خاصة بيك كده احنا المثال اللي ممكن نختم به لان عشان برضو محاضرة ما تطولش هاوي تعالى نتكلم على مثال خاص به البوينت 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 حضرتك عارف ان كله نقطة في الفراغ في التو ديمينشن لها احداثيات اكس واش خلاص انا هروح اعمل كلاس خاص به البوينت اوكي ماشي اوكي هروح اقول له كلاس بوينت كلاس بوينت اوكي ادي الكلاس البوينت ايه اللي حصل بقى في كلاس بوينت اول حاجة طبعا ممكن نعمل كنوستركتور معندش مشكلة اوكي طب تعالى نعمل كنوستركتور هقول له ديفاين ها اتنين اندرسكور انت اتنين اندرسكور هياخد برامتر مين هياخد برامتر سلف والبوينت بتاعتي هقول له اكس وكام هقول له اكس واش اوكي وممكن احط اكس ديفولت فاليو زيرو وواي ديفولت فاليو زيرو ماشي طب انت عاوز تعمل ايه في الوقت ده هقول له والله سلف والاتريبيوت بتاعي هسميه اكس عادي برضو مفيش فيها مشكلة واقول له بيساوي اكس تمام وسلف ايه اندرسكور وي عشان برايبت تمالي بنسال اندرسكور التانية اوكي بالشكل ده يبقى له سلف اندرسكور اكس وسلف اندرسكور ضد بالشكل ده بيساوي مين بتساوي الواي تمام كده ده عملت الكنوستركتور بتاعي عاوز كمان تعمل ايه عاوز كمان ايه اشو بوينت اوكي عاوز اعمل عرض للنقطة بشكل كويس عشان تبان في برنتسيز بشكل ما فاقول له والله طب اقول لك ايه عشان نوفر وقت في الموضوع ده عشان فيها فورماتنج معينة ناخدها من هنا تعالى ناخدها من هنا اهي ادي شو بوينت هاخد دي تمام كده ونروح هنا اهو شو بوينت طبع شو بوينت مش هتاخد حاجة الا السلف ويبعرض الاكس ومين والواي بس بيبان في الاقواف يعني هاتبع بوينت لوكيشن وانزل لسطر جديد واطبع قوس وبعدين اخد قيمة اكس وبعدين اطبع كاما وبعدين اخد قيمة واي واطبع مين واطبع قوس تمام كده اخوانا طيب عاوز تعمل ايه كمان عاوز احاول النقطة حضرتك عارف النقطة اكس واي دي اسمها كارتيزيان كارتيزيان الاكس كوردنيت والواي كوردنيت في احداثيات تانية اسمها البولر اللي هي عبارة عن نقطة الورجن ومعها زاوية ومعها زاوية اللي هي الار والسيتا اللي هي بتقال عليها بولر وتقدر تكتب الكلام ده على جوجل مثلا تكتب التحويلات اهو فوروم كارتيزيان تو بولر هيبان معاك اللي انا بقوله ده الاكس وده الاي ودي الار اللي عبارة عن الجذر التربيعي الاكس تربيعي زي ده الاي تربيع والسيتا عبارة عن تان ماينس ون وي على مين تان ماينس ون وي على اكس تقدر توصى ده واكيد انت شفت الكلام ده في الرياضة تمام كده اخوانا علشان تعمل الكلام ده الموضوع بسط جدا هجا اعمل ايه هقول له الوقتي تريد فاين اوكي كنت هنسى بيني وبينك يبقى هاتل مين هاتل الر طب انت الر بتحتاج الجزر التربيعي صح وهتحتاج كمان احنا قلنا في القانون زي ما انت سمعت عبارة عن 10-1 طب اعمل ايه؟ طب ما تيجي تاخد الماث تعمل importing للماث او بدل ما تاخد import الماث كلها هقول له from math from math import مين بقى عاوز من import عاوز ال 10-1 اسمها A10 10-1 دي اللي هتجيب لك ايه الزاوية اللي ظلها كذا وعاوز كمان محتاج كمان معك باي هقولك محتاج باي ليه؟ ومحتاج كمان SQRT ده اللي بتجيبي جزر التربيعي واجه اقول له بقى الر بتاعتي بتساوي ايه؟ هقول له والله SQRT الجزر التربيعي لمين بقى؟ عشان تحول البولر بتجيبي جزر التربيع الاحداثيات النقطة X واحداثيات النقطة Y احداثي X تربيع زي الاحداثي Y تربيع طبعا حضرتك عارف ان الاحداثي بتاع الاكس اليمين سيلف لوت اكس اهو يبقى SQR هقول له الكلام ده تربيع زائد مين بقى؟ بالنسبة لي الواي اهو واجه هنا اخليه برضو تربيع يبقى انا جدنا كده يبت مين جبت الاحداثي النقطة X احداثي النقطة جبت لها الاحداثي X مربع واحداثي Y مربع وكلهم تحت مين؟ تحت الجزر يديك مين؟ يديك الر ايه كمان؟ اعاوز كمان اجيب الثيتا اقول له والله الثيتا بيساوي مع كده تان مينس اقول له A تان اوكي وي عاوز تقول له Y على X كنترول C واخده هنا مقسوم على مين؟ مقسوم على X هنا بيرجعلك بالزاوية ريديان الناس بقى اللي فاهماني في الماثماتيكس بيرجع بالزاوية ريديان عشان تاخده تحوله الى ديجري هقول له مقسوم او مضروب في مية وتمانين على مين؟ مية وتمانين على باي وحضرتك عارف باي اللي عملناها امبورتنج فوق تمام كده؟ كده حولت الكلام ده محتاج ان انت تعمله الريتيرن الريتيرن مين بقى ترجع مين ترجع الار ومين بقى السيتا تمام؟ ممكن كمان تجيب بعد عن نقطة معينة يعني بعد النقطة اللي معاك او بعد الابجكت اللي معاك عن النقطة معينة هقول له اوكي مثلا واقول له والله ده الارجومنت واقول له اكس ومين واقول له اكس واي بعد عن الاكس واي اوكي؟ ده بيجي ازاي؟ هقول لك ده عبارة برضو لو رحت على جوجل وكتبت distance from point to point هتلاقي عبارة عن ايه؟ الجذر التربيعي المربع الفرق بين الاكس كوردينت بتاع النقطتين زائد الفرق بين احداثي الواي تربيع كل ده تحت الجذر يعني sqrt هو نفس العلاقة اللي فوق دي كده بس بدل الاكس تربيع والواي تربيع هتبقى هي مين بقى؟ هي عبارة عن مين؟ عبارة عن ده عبارة نسميه مثلا دي ونقول له ده عبارة عن الجذر التربيعي للفرق بين الاكسات التربيعي انا هعمل ايه؟ هاجي هنا هحط قوس وعاوز ده مينس اكس اللي هي البوينت احداثي اكس بتاع البوينت اللي جاية مع الاتريبيوت بتاع الوبجيكت ده تربيع ده نفس الكلام هقفل القوس ده وقول له الكلام ده ناقص ما لها بقى؟ تربيع ده عبارة عن الدستانس وفي الاخر اقول له ايه؟ كده حضرتك عملت الكلاف بشكل كويس عملت فيه نستركتور عشان اقدر اعمل سيتنج للبوينت وعملته كمان باي دفولت اكس ومين اكس وزيرو لو انت مديتش لهش قيم هيحط النقطة هي نقطة الارجن ثم شو بوينت عشان يعرض لك البوينت ثم تحول لبولر لو حبيت ثم تعمل مين؟ تعمل الديستانس تو عشان تجيب المسافة بين البوينت بتاعت حضرتك واي بوينت احداثياتها مين اكس وواي لو عملت الكلام ده تقدر حضرتك بقى الوقتي تروح تتعرف object وتقوله الابجكت بتاعي اهو ده الابجكت بتاعي شوف كده يحصل في مشكلة ولا اهو مجرد ما عملت كده تقدر الوقتي لان انت عندك كونستركتور فبالتالي حط 00 تقدر تقوله شو بوينت يعني اقدر اقوله بي تي بي تي ضد شو بوينت بالشكل ده اوكي اعرض لك بالفعل 00 تمام تقدر كمان تجيب بي تي اهو بي تي ضد distance 2 اوكي وتقوله انا عاوز المسافة بين صفر و صفر و ثلاثة و اربعة اعتقد هي نفس الموضوع اوكي ثلاثة و اربعة المسافة بين النقطة صفر و صفر و ثلاثة و اربعة هتلاقيك بالضبط كأن انت تحركت ثلاثة في ال اكس كوردينيت و ال وايب اربعة يعني كأنك راح تجيب الوطر يطلع بخمسة اعتقد لو انا صح يديلك مين يديلك خمسة ممتاز ممتاز تقدر تحول الوقتي وتقدر تحول كمان او تقدر تعمل setting النقطة مثلا هروح اكارية نقطة تانية اقوله بي تي وان ضد مثلا ايه بقى بي تي وان ممكن نعمل سيت بوينت ممكن لا ممكن نكارية على طول بي تي وان ما عملتوش بي تي وان هقوله هي عبارة عن ال بوينت و افتح قوص وقوله والله النقطة مثلا اربعة واربعة اعمل setting اللي هو نقطة اربعة واربعة اوكي بالشكل اذا اتا بي تي وان لو قلت له بي تي وان ضد بقى 2 بولر حول لبولر اوكي هتلاقيه عملك ايه ها حول بقى بالفعل فالنقطة اربعة واربعة يروح يجيب الجذر التربيعي عشان يحول عشان يجيبها بولر فجابها خمسة بوينت ستة خمسة والزاوية طبعا تم نصوان واي على اكس اللي هربعة على اربعة بواحد تم نصوان واحد الزاوية اللي اضر الله واحد هي زاوية كانت خمسة واربعية تمام يا جماعة الامثلة اللي شرحتها اليوم امثلة كويسة تقدر تتحرك بيها زاولت قدرتنا على فهم الكلاث والأوبجيكت قدرت تعمل مثلس بشكل كويس قدرت التعامل مع كونستراكتور بي شكل كويس اتمنى في الختام دي مش كل الامثلة مش كل الحياة لكن قدرتنا بشكل ما نضيف لي خبرات حضرتك والسكيلز المهمة جدا في التعامل مع البابلك والبرايفيت والكونستراكتور والمثلس والأتريبيوت شكرا جزيلا لحضراتكم واتمنى ان الكلام يبقى مفهوم بشكل كويس ونلتقي بكم في محاضرة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة